قبل ما نروح لفاصل محمود شاكر كان بيقول حاجة مهمة حاجة مهمة المفروض يتجنبها مارسل كولر بكرة في مباراة ريال مدريد تكتيك معين مارسل كولر بيعمله مع النادي الاهلي التكتيك ده اكتر من رائع بس مع فرق معينة نعم التكتيك ده ما ينفعش انك تعمله مع فرقة بقوة ريال مدريد عاوزيني شوف الحالة بتاعة مباراة اوكران سيدي بتاعة الضغط اللي كان موجود على النادي الاهلي هنا مباراة السياتل مباراة اللي فاتت السياتل كان قوي جدا في الضغط بص يا كريم هنا محمد الشناوي عاوز نبتدي الكرة من تحت عاوزك تبص على كل اللعيب في السياتل وده بنسبة كبيرة ممكن تشوفه بكرة مدريد لو النادي الاهلي فكر ان هو يعمل بلد اوب من تحت دلوقتي يميني اللي قدام اللي اتنين سنتر باك هو أليو ديانج اللي الراجل مقرب معه في النص وعمر السلازة وحمد فتحي اصلا مش في الكادر كل لعيب ضغط اللعيب اللي هناك ده نشوف الصورة اللي بعدها هتلاقي بالزبط كل لعيب كل لعيب مع التاني تاعة كل دورية كل لعيب من سياتل مع اللعيب بتاعه والراجل اللي هنا ده اللي هو مواجب سياتل هيدغط مفروض على الناحية الشمال اللي هو الكرة تلعبت المحمود متولي نشوف هنا محمد شناوي عاوز برضو مصمم ان هو يلتدي الكرة من تحت نشوف الفريم اللي بعده محمد شنوه هنا بيلعب الكرة لعمر السولية بص الضغط الرهيب اللي من لعيبة فرقة نادي السياتل نكمل بالكرة نكمل الفريم اللي بعده الراجل السبق عمر السولية والراجل رقم سبعة بعد ما كان رايح يضغط على علي معلول عمل برضه دابل برس على عمر السولية نشوف الفريم اللي بعده بيخطفها نادي السياتل بيلعب الكرة عشان بيبقى ضغط عكسي يستخلص سياتل الكرة وشوف بقى المشاكل اللي بتحصل في المساحات بسبب طريقة اربعة واحد اربعة واحد نكمل الفريم اللي بعده هنا تخطف كرة من ساتر بيلعب الكرة اللي عيب رقم سبعة نشوف الكرة اللي بعدها الفريم اللي بعده بص بقى يا كريم عشان خطر عمرو الصلاية وحمد فتحي مفيش غير قاليو ديانج في المساحة هنكمل برضو الصورة اللي بعدها الارتداد كان الارتداد من نادي الساتر الضغط عسل كان طبيعي بص بقى هنا طبعا مع الزيادة العادة ده بسبب ان فيه اتنين لعيبة اصلا كانوا بيضغطوا صاعة لمحمد شهيرو كان بيلعب كرة الفريم اللي بعده هيلعب الباص هنا مع الراجل الفيرود بص بقى يا كريم الراجل اللي هناك اللي وراء قال له يدينج نشوف الفريم اللي بعده بيطلع الراجل في مساحة فاضية خالص كل ده بسبب ايه كل ده بسبب طريقة اربعة واحد اربعة واحد اللي النادي الاهلي يقدر يعملها مع فرق أقل منه ولكن الفرق القوية جدا في الدغتور لان ما دي ما التماس بنا فلازم النادي الاهلي بكرة لو هو عاوز يبتدي الهجمة من تحت ملعبش اربعة واحد اربعة واحد واحد من الاتنين حمدي فتحي او السولية ينزل معالي ديانج طريقة شبيهة لشوية لكارلوس كيروش مع منتخب مصر لما كان بينزل محمد النيني وينزل معاه حمدي فتحي وكان وكنا بشوف بها لما سادي كان بلعب زيزو ايه حتى ماني كان بيزوق فلازم واحد ينزل مع ديانج ينزل كرة من تحت وافضل ان ديدي الاهلي معملش بلد اوب من تحت خالص بالطريقة دي او من الراق